اشتركوا في القناة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المستمعين وأسعد الله صباحكم بكل خير نتمنى أن يكون هذا اليوم يوما مليء بالإنجازات مليء بالإيجابية مليء بالتفاؤل في هذا الوطن المعطاء عموما مستمعنا نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالمشاركة مع مستشفى الزهراء حقيقة نقدم لكم هذا البرنامج ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع على تطلعات أفراد المجتمع وتطلعات هيئة الصحة في دبي التي تسعى دائما إلى تقديم الأفضل لهذا المجتمع للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة فالبرنامج منكم وإليكم نستقبل فيه ملاحظاتكم نستقبل فيه آراءكم عبر الاتصال على رقم 6-0-0-5-5-1-4-1-4 أو عن طريق الرسالة النصية على الرقم 4-0-0-6 هذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي وفي الإخراج معنا الأستاذ خالد محمد وفي التنسيق اليوم معنا الأخت أسمى الجناحي أيضا تحيات فريق الإعداد بقسم الإعلام في هيئة الصحة في دبي عموما مثل ما عودناكم دائما نبدأ هذا البرنامج بمجموعة من الأخبار المهمة التي تطالعنا بها الصحف ووكلات الأنباء المختلفة سواء كانت المحلية أو العالمية أول أخبارنا صحة دبي تطلع زوارها على محاكاة لغرفة عمليات العمود الفقري شهد زوار جناحية الصحة في دبي محاكاة لما يجري في غرفة عمليات العمود الفقري في المستشفى راشد وعرضت الهيئة خلال مشاركتها في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية حزمة من الخدمات والتطبيقات الذكية واستعرضت الهيئة في ركن السعادة حسب معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الصحة في دبي تفاصيل ما حققته من إنجازات وخاصة فيما يخص الاعتمادات الدولية التي حصل عليها مركز السكتة الدماغية بمستشفى راشد ومركز دبي الدولي لجراحة المناظر في مستشفى لطيفة في خبر آخر تقنية جديدة لقياس فعالية العقاقير في القضاء على السرطان يختبر العلماء تقنية فحص جديدة لمعرفة إذا كان بإمكانها إعطاء مؤشرات أولية لمدى فعالية العقاقير في القضاء على مرض السرطان ويأمل العلماء في توفير الوقت من خلال التعرف على العلاج الأكثر فاعلية الذي يتناسب مع حالات المرضى الذين يعانون من مرض السرطان الله يكافيين ويكافيكم الشر إن شاء الله وفي هذا الإطار تجرى دراسة في مستشفى أدن بروك في كامبرج باستخدام تقنية لتصوير للكشف عن التغيرات في الخلايا أو التغيرات في الخلايا ويقول للخبراء أن هذه التقنية قد تؤدي إلى التوصل لعلاجات تناسب أكثر حالات المصابين بالسرطان بشكل فردي وتستخدم هذه التقنية أو تستخدم هذه التقنية جزيء يسمى البيروفات يحقن في جسم المرضى ويجري تتبعه فور دخوله إلى الخلايا في أنحاء الجسم ولأن البيروفات يصنف على أنه من فئة الكربون غير المشاف فأن هذا الجزيء من السهل جدا كشفه من خلال أشعة الرنين المغناطيسي ويراقب الفحص بالرنين المغناطيسي مدى سرعة خلايا السرطان على تفتيت البيروفات وهذا يمنح الأطباء فكرة عن مدى نشاط هذه الخلايا وكلما كانت خلايا السرطان أكثر نشاطا كلما كان العقار أقل فاعلية في الغضاء عليها وبهذه الطريقة يمكن الكشف عن السرطان سريعا ويمكن أيضا مراقبة تأثيرات العلاج بالعقاقير في مرحلة مبكرة وهو ما قد يوفر على المرضى الوقت في استخدام عقاقير لا تكون فعالة في العلاج يعني الله يكافينا ويكافيكم الشر إن شاء الله والله يعافي كل مبتلى بأي مرض عموما خلونا نتوجه إلى الفقرة اللي أنتو دائما تحبونها والأخبار اللي أنتو تحبونها ما نتكلم عن بعض الأخبار اللي خاصة بالغذاء في معلومات المنتجات الغذائية يقال أنها تساعد على الاختيار الأصح حيث يشدد خبراء التغذية على ضرورة قراءة قائمة المعلومات الغذائية على المنتجات قبل شرائها ويوجد خلف كل منتج غذائي جدوى الغني بالمعلومات يواجه البعض صعوبة في قراءته في حين أن هذه المعلومات سهلة للقراءة وتعد مهمة جدا وينصح خبراء التغذية بالبدء أولا بمعرفة حجم الحصة الواحدة في المنتج وهو موجود في أول القائمة فمنتج واحد قد يحتوي على أكثر من حصة وتقاس عادة بالقرام ويبين الجدول أيضا نسبة السعرات الحرارية في المنتج وهي تمثل الطاقة التي يتم استهلاكها وهذا الجزء من قائمة المعلومات الغذائية هو الأهم لمن يحافظون على وزن صحي ويعد المعدل المعتدل للسعرات الحرارية في حصة واحدة هو مئة سعر حرارية كما تحتوي القائمة أيضا على نسبة الدهون والدهون المشبعة التي من الأفضل أن تكون نسبتها قليلة وأن لا تتعدى نسبة استهلاك الدهون 20 جرام يوميا كما يجب التركيز على نسبة الكيرسترول قبل استهلاك المنتج فكمية الكيرسترول المستهلكة يوميا يجب أن لا تتعدى 300 ميلي جرام أما كمية الصوديوم المتناولة يوميا فيجب أن لا تتعدى 2000 ميلي جرام إذ تعد هذه المواد الأكثر ضررا في القائمة والإفراط في استهلاكها مرتبط بالإصابة بأمراض عدة في حين نسبة الكاربوهايدرات يجب أن تكون في هذه القائمة الكاربوهايدرات في هذه القائمة تدل على محتوى المنتج من الألياف والسكر أيضا تعد هذه العناصر ضرورية للجسم يجب التركيز على نسبة السكر الموجود في المنتج قبل تناوله إذ أن كثرته تضر بالصحة والالتزام ب30 جرام في اليوم كحد أقصى أما البروتين فهو أساسي لتطوير الأنسجة وبناء العضلات لكن من المفضل اختيار بروتينات الخالية من الدهون وأخيرا في القائمة هناك نسبة الفيتامينات والمعادل الأساسية للجسم ويفضل إخبار المنتج الأكثر احتواء عليها فالجدوى الغذائي لكل منتج يحتوي على معلومات عدة وقراءة هذه المعلومات جيدا يساعد على اختيار الأطعمة الأفضل لصحة أفضل ونقولكم ترى اللي يدش بطنك هو اللي يحدد صحتك والله هاي مقولة جميلة اللي يدش بطنك واللي يحدد صحتك انزل طلعت ترى هاتي خالد على الفاصل مالك طلعت عموما لا بأمانة يعني الواحد لازم لازم يعرف هو شو ياسي ياكل ولا شو اللي ياسي دخله في بطنه فعشان شيء النوترشن الانفرميشن أو المعلومات الغذائية اللي وراه كل منتج الواحد لازم يهتم فيه ويحاول يقرأ قدر الأمكان واعتقد إذا قريتوا يعني هذه المشروبات الغازية عموما تقضي فوق الحد المسموح تماما الغرشة الوحدة ما أدريش أقولكم الخيار لك دايما أن تتحدد تبغي تهتم بصحتك تبغي تبني أو تستثمر في نفسك بشكل سليم أعرف ما الذي تأكله فاصل وما نرجع لكم على موضوع جميل جدا وعدناكم في بداية هذا الأسبوع أنما نتطرق له فابقوا معنا بعد الفاصل من استقبل دكتورة ليلى المرزوقي مدير إدارة التنظيم الصحي ومدير مشروع السياحة العلاجية في هيئة الصحة في دبي فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في هذا الجزء الثاني من برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي عموما مثل ما وعدناكم نحن قلنا قبل الفاصل ما نتكلم عن موضوع مهم حيث أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ليؤهد دبي يوم أمس الأول مشروع دبي وجهة عالمية للسياحة العلاجية الذي عدته هيئة الصحة في دبي وذلك في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وحرصه على تطوير قطاع السياحة وتنميته لتصبح مدينة دبي الوجهة المثالية القادرة على استقطاب نصف مليون سائح طبي من خارج الدولة مع حلول موعد دبي إكسبو 2020 طبعا نحن نتحدث عن هذا المشروع أهدافه مراحله أيضا مكانة دبي على خارطة السياحة العلاجية وكل التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع من خلال استضافتنا الدكتورة ليلة المرزوقي مدير إدارة التنظيم الصحي ومدير مشروع السياحة العلاجية في هيئة الصحة في دبي حيات الله معانا الدكتورة الله يحييك أخي محمود دكتورة يعني مشروع دبي وجهة عالمية للسياحة العلاجية مشروع ضخم تحدي جديد لإمارة دبي تدخل فيه هذا التنافس على مستوى العالم في مجال السياحة العلاجية خلينا في البداية نتكلم أو نعطي المستمع فكرة عامة عن هذا المشروع يزاكر الله خير أخي محمود على الاستضافة ومثل ما تفضلت يعني هذا موضوع جميل وأنا بس أحب عقب أنه هو موضوع جميل وبس ما في تحدي لإمارة دبي إمارة دبي دايما طموحاتها مالها سقف ودوم تبهرنا بالأشياء اليديدة والمشاريع اللي هي مثل ما تحب الطموحة اليديدة اللي موجودة في العالم طبعاً نحن السياحة العلاجية المشروع هذا أطلقه صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد كمشروع في 2012 وهيئة الصحة خذت على عاتقها تنفيذ هذا المشروع وبعدين هيئة الصحة قامت بالعمل على إصدار استراتيجية للسياحة العلاجية وفي 2012 بدين العمل الحمد لله واليوم شرفنا صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد المكتوم مثل ما تفضلت بإطلاق دبي كوجهة عالمية للسياحة العلاجية قبل يومين وهذا الصراحة شرف كبير لنا نحن نهدف من خلال المشروع هذا بأن نستقطب 500 ألف سائح علاجي بقصد العلاج لإمارة دبي طبعاً نحن في البداية قمنا بأن بعقمة الاستراتيجية طلعت حددنا التخصصات اللي ممكن نحن نستقطب السياح إلى إمارة دبي للتخصصات المعينة هذه التخصصات اللي عندنا نحن عندنا سبع تخصصات دائماً نقول نحن يعني سباقين في التخصصات هاي ونعلن للزوار بأن التخصصات هذه تخصصات بمستوى عالية جيدة مستويات عالمية في إمارة دبي ونقول لهم هذه المنشآت الصحية اللي ممكن تتعالجون وتحصلون على هذه التخصصات من هاي التخصصات هي تخصصات إنقاص الوزن وعمليات الجراحية الخاصة بإنقاص الوزن والعمليات التجميلية وكذلك تخصص العيون وتخصص الجلدية والأسنان وتخصص العظام وكذلك عندنا الإنجاب كذلك فالحمد الله نحن اليوم عندنا المراكز الصحية والمنشآت الصحية في إمارة دبي اللي نشهد لها بالجودة العالية وعندنا الحمد الله كثير من هاي المنشآت حاصلة على الاعتمادات الدولية ونحن يكون لنا الفخر بأن نفتح أبواب هاي المنشآت للسياح اللي يون إمارة دبي بقصد العلاج ونقول لهم أن نرشدهم إلى العلاج في هذه المنشآت الصحية جميل يعني أنت ذكرتي مواضيع شاملة كاملة في إجابتك عن فكرة هذا المشروع أنا بتناول بعض الأشياء المفصلة في هذا الحوار دكتورة خلينا في البداية نتحدث عن الأهداف الرئيسية اللي تسعون لها من خلال هذا المشروع إذا بحط فيه نقاط شو هي الأهداف؟ أنا قبل أن أتكلم عن الأهداف أحب أقول أن نحن إمارة دبي الحمد لله فيها البنى التحتية اللي تجذب السائحين يعني نحن اليوم عندنا أطول برج في العالم وعندنا أكبر مول في العالم والحمد لله يعني مطار دبي الكل يشهد له وطيران الإمارات فنحن عندنا البنية التحتية للسياحة مقاومات الأساسية للسياحة فنحن اليوم ضفنا للمقاومات هاي الأشياء الطبية اللي عندنا فعلشان شذي دبي دخلت العالم بالمشروع هذا دخول قوي فنحن اليوم عندنا المنشآت الصحية التخصصية وكذلك عندنا المنشآت الصحية اللي بمختلف مثل ما تقول الأنواع اللي ممكن للسائح أنه ييه ويختار المنشآت اللي اتناسبة واللي ممكن أن يحصل على الأشياء اللي هو محتاجنها يعني نحن اليوم عندنا منشآت صحية وعندنا مستشفيات عندهم مرضى يونهم من دول معينة وهم عندهم حتى مترجمين بهذه اللغات مثلا على سبيل المثال عندي مستشفى يقولون نحن وايد عندنا نيجيريين يون مستشفى فعندهم مترجمين نيجيريين وعندهم قوائم أطعمة بالأكلات اللي يفضلونها الزوار من نيجيريا أما بالنسبة لي أرجع لي سؤالك الأهداف نحن كان هدفنا أن نحط تبيع الخارطة العالمية للسياحة العلاجية ونحن هاي الجملة أنا دوم أحب استخدمها وأقول هي دبي بدأت تتلألأ على الخارطة العالمية للسياحة العلاجية والحمد لله يعني وهذا يعني يثبت في إن إنجازات اللي قدمناها في السنوات اللي طافت يعني نحن السنة اللي طافت حصن دبي حصلت على جائزة الإبداع في السياحة العلاجية قلنا في اليونان وحصلنا هذه الجائزة وهذا فخر كبير لنا وكذلك في منظمة اسمها Medical Tourism Association منظمة السياحة العلاجية وهي متواجدة في الولايات المتحدة هذه المنظمة هي تسوي مثل تعطي ترتيب حق الدول ومكانتها في العالم من ناحية السياحة العلاجية والحمد لله نحن حصلنا المركة 17 17 صحيح طيب دكتورة يعني المراحل اللي بديتوا فيها هذا المشروع شو هي بالضبط ونحن الآن وين واصلين وشو هي المراحل القادمة سؤال جميل إنه نحن يوم الأحد انتهينا من المرحلة الأولى المرحلة الأولى طبعا هي دائما المرحلة الاستكشافية تكون وطبعا الموضوع هذا موضوع يديد بالنسبة لنا بالإمارة دبي لكن الحمد لله حتى الناس اللي يوم نروح للمؤتمرات العالمية يستغربون بأنه كيف دبي قطعت الشوط الكبير هذا في وقت قصير فنحن المرحلة الأولى كانت مرحلة استكشافية شفنا شو هي التخصصات اللي ممكن أن نركز عليها في الإمارة شفنا شو هي الأسواق المستهدفة اللي عندنا اللي ممكن نحن يون أكثر شيء المرضى من هذه الأسواق فشفنا أن الدول العربية منطقة دول مجلس التعاون وعندنا دول أفريقية والدول الواقعة في روسيا وكذلك يعني عندنا الدول دول أوروبا الشرقية وعندنا من بريطانيا أخوي محمود الصدق أن فيه ناس يون من بريطانيا عشان يسوون عمليات نقص الوزن في إمارة تدبي نحن عندنا 25 منشأة تشاركنا في تحقيق طموح واستراتيجية تدبي في السياحة العلاجية وعندنا طبعا مثل مجموعة نسميها مجموعة دي أكس أتش اللي هي علامة التجارية للسياحة العلاجية فذينا نجتمع معاهم وهم طبعا موثلين من 25 منشآت اللي معانا اللي هم يشاركونا في تحقيق هذه الاستراتيجية فنسمع عنهم الأخبار عن المرضى فيقولون حتى نحن عندنا مرضى يون من بريطانيا عشان يولدون في إمارة تدبي وبعدين يرجعون وفي حد ثاني يقول لنا أن نحن نسوي 200 عملية لإنقاص الوزن شهريا وعدنا 100 مريض من هذين الميتين كلهم يون من دول أوروبية خاصة بريطاني يون عشان يسوون هاي العمليات في إمارة تدبي فنحن يعني القصص هذه ما كنا نعرفها إلا من الناس اللي موجودين في المنشآت هذه واللي موجودين واللي يسوون هاي العمليات فأرجع مرة ثانية للمرحلة الأولى نحن قلنا تحديد الأسواق المستهدفة وتحديد التخصصات وكذلك كان عندنا أن نشوف لـ 2020 بحلول الإكسبو كم عدد السواحي اللي نحن لازم أن نستهدفه النميون إمارة تدبي نحن قلنا أن 500 ألف زائر لإمارة تدبي بقصد العلاج بحلول 2020 لكن اليوم أخوي محمود شفنا أن العدد هذا كان أنا أسميه رقم متواضع بالنسبة لإمارة تدبي ونحن اليوم عدنا 632 ألف شخص يو إمارة تدبي بقصد العلاج 47% من العدد هذا أي ما يقارب 300 ألف شخص يو من برع البلاد للعلاج في إمارة تدبي ونبلكم 200 ألف لا أخوي محمود أنا أحب أضيف على النقطة هذه نحن 300 ألف شخص اللي يونا من برع البلاد للعلاج في إمارة تدبي هالإحصائيات فقط من 26 مستشفى نحن اليوم عدنا في إمارة تدبي اللي داخلين معانا في سياحة العلاجية 1,100 منشأة صحية فالرقم هذا أنا أقول 500 ألف موجود في إمارة تدبي اليوم أو إذا مات حدينا بعد لكننا نحن لا يستين نجمع الإحصائيات بطريقة دقيقة ما ناخذ الإحصائيات من أي منشأة إلا يوم ندربهم على كيفية تقديم هذه الإحصائيات علشان نضمن الدقة ونضمن بأن المعلومات هاي كلها صحيحة فإن شاء الله في 2016 بالإضافة إلى 26 مستشفى المنشآت الثانية اللي تستقبل السياح العلاجيين إلى الإمارة بيكون الداخلين معانا في الإحصائيات هذه والأرقام هذه بتتضاعف في 2016 إن شاء الله يعني إذا بتضاعف وعلى المعطيات اللي أنت تقولينها دكتورة المفروض أتصور أتصور يعني لين عشرين عشرين مفروض يكون عندنا عشرة مليون سائح حطيها الرقم دكتورة عساس نحاول نوصل له ليش لا ما في شيء مستحيل في إمارات الدبي صحيح زين أنا بوقف مع فاصل قصير دكتورة وبرجع بتكلم على بعض النقاط المهمة في هذا الحوار في بعض الأشياء اللي أبغي أوضحها كذلك خاصة بمسألة التأمين بالنسبة للسواح ففاصل وما نرجع لكم مستمعين ولا عنده أي سؤال ولا عنده أي شغلة ممكن أن يتواصل معانا على الرسائل النصية 4006 أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي مستمعين ما زلنا متواصلين في فتح هذا الملف الطبي الجميل جدا والذي نتحدث فيه عن السياحة العلاجية دكتورة ليلى المرزوقي مدير إدارة التنظيم الصحي ومدير مشروع السياحة العلاجية في هيئة الصحة في دبي نحدثنا حقيقة عن العديد من المواضيع منها أهم الأشياء اللي تركزون فيها أو التخصصات التي تطرح بالنسبة لي أو تم التركيز عليها في موضوع السياحة العلاجية يمكن دكتورة حتى من بين الأشياء اللي نحن نتكلف فيها يعني في من التخصصات الثلاث اللي تركزون عليها اللي هي العقم إذا كان أو السبعة صاروا الحين العقم جراحات التجميل العلاج الأسنان العيون نزيل وطبعا مستمعين أنا يستقول التخصصات وهي تأشر لي فالدكتورة تأشر لي أنا هذه ما فهمت هاي اللي شارة شو هاي دكتورة شو يعني الجلد أوك نزيل شو ما جدت تخصصات دكتورة وكلميني أيضا عن الباقات العلاجية اللي طرحتوها للمرضى اللي يبغوا يستفيدون من الباقات السياحة العلاجية في دبي نحن عندنا الباقات هذه أول شي خلي نكمل التخصصات عندنا تخصصات إنقاص الوزن والعمليات التجميلية وعندنا تخصصات العظام وكذلك عندنا الإنجاب أعتقد الإنجاب أنت تفضلت وقلت لنا الإنجاب وكذلك عندنا الصحة العام الصحة والفحوصات اللي هي فعندنا نحن بالتعاون مثل ما قلت مع مجموعة الدي اكس اتش اللي هم معانا 25 منشأة صحية وطبعا العدد هذا فيه تزايد الدي اكس اتش اختصار حق شو دكتورة هذه دبي هيلت اكسپيريينز تجربة دبي الصحية نحن أطلقنا هاي العلامة التجارية للسياحة العلاجية في الإمارة دبي تجربة دبي الصحية تغمرك بالحياة فنحن اخذنا العلامة التجارية هذه واطلقناها على المجموعة اللي هي مشاركة معانا في تحقيق الاستراتيجية هذه بالنسبة للباقات العلاجية طبعا نحن يوم الأحد اللي طاف سمو الشيخ حمدان الله يحفظه اطلق العلامة التجارية واطلق كذلك شبكة الالكترونية الويب سايت مو الضبط انا كنت بغير اسألت عن البوابة الالكترونية للسياحة العلاجية شو هي بالضبط وكيف نقدر نستفيد منها بعد هي نعم انا عدا سبقتك اخوة محمود هاي البوابة الالكترونية طبعا شاملة والنافذة الواحدة في السياحة العلاجية وهذه البوابة هذي اول بوابة الكترونية شاملة وكاملة في السياحة العلاجية في العالم اخوة محمود محد عنده بوابة شاملة فيها كل الاشياء اللي يحتاجها السائحة مثل شو فيها دكتورا قبل لا اقول شو موقعها اول دي اكس اج دوت اي اي هذا الموقع والنافذة هاي فيها كثير من الاشياء فيها الباقات العلاجية بانواعها يعني فيها بالتخصصات هذه السبع اللي نحن قلناها وكذلك فيها اذا الزائر يحتاج انه اي امارة دبي فهو شو يحتاج في البداية يحتاج الى انه يحصل على تأشير الدخول لامارة دبي يحتاج الى انه يحجز طيران فنحن معي عندنا شركاء استراتيجيين في المشروع هذا ومن بينهم طيران الامارات فهم موجودين على الشبكة الالكترونية واللي بيحجز الباقات العلاجية الموجودة على الشبكة الالكترونية بيقدر يحجز طيران الامارات باسعار مخفضة وممكن انه يستفيد من تأشيرة السياحة العلاجية وبعدين ممكن انه كذلك يحجز الفندق اللي يناسبه باسعار مخفضة وكذلك في نفس الموقع طبعا هذا كل اخوي محمود في نافذة واحدة ما يحتاج ان الزائر يتنقل بين الصفحات الشبكة العنكب انا شوفي هوسبتلز عند كلينكس دوكتورز باكيجز نعم بلان يور تريب اولسو نعم خدمة مرحبة اهي وفي اباوت دبي وقتنتاتش يعني وفي بالعربي وبالانجليزي على فكرة انا اللي هنا قاعد احاول ادور بالعربي دكتورة ايه بي بالعربي وذي شيء ثاني بعد الموجود على الشيء تصميم الموقع دكتورة مصمم حتى انا انا فاتحنا على الكمبيوتر لكن تصميم الموقع اعتقد انه بعد سياحي سياحي وصديق للهاتف المتحرك لان نشوف الايكونز والعلامات اللي الواحد ممكن يستخدمها يعني تحسينها وايد صفحة خاصة بالتلفون اكثر من انه هي صفحة موجودة في ال هي ان شاء الله التطبيق الذكي بيكون جاهز ان شاء الله خلال سوق السفر العربي ان شاء الله بتطلقونا في السوق هي بنطلق ان شاء الله وبيكون ان شاء الله على الاندرويد وعلى التطبيقات الذكية بتكون فيها والشيء الثاني اللي موجود كذلك على الشبكة هذه وهذا شيء وايد مهم اللي هو يعني الزائر يومي اي دولة ثانية علشان بقصد العلاج يبيعرف شو حقوقه شو واجباته يعرف يبيعرف شو الخطوات اللي ممكن يتخذها اذا عنده اي ملاحظات مثلا فهي كل الخطوات هذه موجودة وحاطينها في حقوق المرضى هذا شيء وايد مهم بالنسبة لايسائح ويعطيه يعني راحة بال وطمأنينة جميل جدا دكتورة هني ابغي اتكلم حتى كذلك عن ان هذا المشروع الطموح يعد يعني استثمار لوجود دبي في مصاف الدول المتقدمة ايضا من بين الاشياء اللي تم طرحها من خلال الحديث عن السياحة العلاجية موضوع ان انتوا قدمتوا تأمين صحي للقادمين للسياحة العلاجية اتذكر في شيء يعني نحن الوحيدين في العالم القدمة نعم التأمين الصحي للسائح العلاجي القادم لامارة دبي الشيء اللي يميزنا ان عادة السائح مثلا اذا يا من بلاده ياخذ التأمين من بلاده ويهي الدولة الثانية اي دولة ويتعالج فيها لكن نحن اللي يميزنا وطبعا دبي دايما هي متميزة في كل المشاريع اللي تطلقها ان الشخص يومي الامارة ان في الامارة نفسها هي اللي تقدم له التأمين الصحي وتأمين الصحي بقصد للسائح العلاجي موجود على الشبكة الالكترونية كذلك هاي النافذة الواحدة ممكن من خلال هاي النافذة يحجز الباقات العلاجية ويحجز التأمين في نفس الوقت جميل ما دام نحن على طار التأمين ما ادري اذا معانا بيكون دكتور حيدر اليوسف مدير ادارة التمويل الصحي في هيئة الصحة في دبي عبر الهاتف دكتور حياك الله معانا نحن اليوم طارحين موضوع دبي وجهة عالمية للسياحة العلاجية هني ايضا دكتور نحن ممكن نشيد بدور منظومة التأمين او منظومة برامج الضمان الصحي في جذب الاستثمار ودعم استراتيجية السياحة العلاجية بتأكيد شكرا اخوي محمود وفي البداية الحقيقة احبنا اهني دكتور ليلى وفريق العمل على المجهود الجبار اللي بذلوه في اطلاق اه علامة دبي كوجهة سياحية صراحة مشروع جبار وعمل كبير ويستاهلون علي كل الشكر والتقدير اه طبعا بالنسبة للضمان الصحي مثل ما تفضلت اخوي اه محمود طبعا منظومة ضمان الصحي في المراحل الاخيرة لاكتمالها ودايما بالنسبة لجذب الاستثمار لاي نظام الصحي في اي دولة في العالم وجود ضمان الدفع من خلال التأمين الصحي هو المحرك الاساسي للاستثمار باعتبار ان المستثمرين في المجال الصحي سواء كونه مستشفيات عيادات اطباء مجرد ما ضمنت لهم تغطية قيمة العلاج المقدم والخدمات المقدمة من خلال آلية واضحة مثل آلية الضمان الصحي كل المتداخلات والمخرجات اللي فيها واضحة آلية الدفع آلية المتابعة هذا يكون عبارة عن ضمان الاستثمارهم وما دام الاستثمار هذا متوازي مع الاتجاه الاستراتيجي للامارة من ناحية جودة الخدمات المطلوبة من ناحية تنوع الخدمات المطلوبة من ناحية الدراسة السريرية للاحتياجات الصحية وانه انت دايما تلبي احتياجات الامارة فالاستثمار هذا بالتأكيد راح يكون استثمار مجزي ان شاء الله تعالى جميل دكتور يعني كيف تنظروا لمستقبل غطاء الصحي بحلول عشرين عشرين الجماعة عندهم خمسمائة الف والدكتور تقولي نحن ما نتعدى هذا الرقم بشكل كبير اذا ما كنا تعدينا يعني واقعيا لكن ما طاعت تعلن على اساس انه تنتظر ان الباقي الشركاء يقومون بقياس هذا الموضوع حسب المقاومات اللي هما حاطينها لكن بعد نضوج تجربة تطبيق الضمان الصحي وتحقيق مشروع دبي وجهة عالمية للسياحة العلاجية كيف تنظرون لمستقبل القطاع الصحي في امارة دبي باخذ دكتور حيدر في اجابة هذا السؤال بعدين بحاولك كذلك على الدكتور الليلة نعم بالنسبة لانه عشرين عشرين طبعا احنا ان شاء الله تعالى قبل نهاية السنة بيكون اكتمال تطبيق منظمة الضمان الصحي في امارة دبي يعني شمول جميع المقيمين في الامارة والمواطنين طبعا بالضمان الصحي كذلك تحول جميع مستشفيات وعيادات هيئة الصحة الى الضمان الصحي بالنسبة لانه كذلك مشروع مهم جدا راح اشغالين عليه حاليا اللي هو عملية التأمين الصحي للزوار القادمين للامارة تعالى ما شاء الله امارة دبي عدد متزايد من الزوار العام كان عندنا حوالي اربعة عشر مليون زاير للامارة بحلول عشرين عشرين نتوقع فوق عشرين مليون زاير للامارة عملية وجود التقطية التأمينية للحالات الطارئة بالنسبة للزوار مهم جدا اكتمال الجزئية هاي من مشروع الضمان الصحي طبعا وشمولهم جميعا بالتقطية انه لا سمح الله في حالة اي نوع من الطوارئ او في اي حالة تحتاج الى تدخل طبي عاجل الشخص عنده الحماية اللازمة عنده التقطية اللازمة ومغطى في جميع مقدمي الخدمات الصحية في الامارة كذلك طبعا ما شاء الله لفريق الدكتورة ليلى بالنسبة للتأمين الصحي للاشخاص القادمين للسياحة العلاجية وهذا نوع اخر كذلك من التأمين ومهم جدا لتغطيتهم لا سمح الله في حالة وجود اي امور متعلقة بالعلاج اللي يحصلون عليه عندي سؤال من ابو عبدالله يقول هل ستكون هناك جهة لتقييم الخدمات المقدمة لمستشفيات القطاع الخاص للقادمين الى دبي من حيث جودة الخدمات مقارنة بتكاليف العلاج حفاظا على سمعة دبي ولمنع استغلال القطاع الصحي الخاص للزائرين كما هو حاصل في بعض الدول لا داعي لذكر اسمائها وكيف ستكون آليات التقييم وشكرا انا اعتقد هذا موجه لك دكتور ممكن تعطينا بس الآليات المراقبة اللي انتم تساونا بما انه عندكم ايضا من خلال النظام الخاص بالتأمين الصحي والضمان الصحي هناك جانب كبير هو الاشراف والمراقبة والتشريع نعم طبعا من نسبة لجزئية متابعة الاسعار حاليا في عندنا نظام او آلية لتنظيم اسعار الخدمات الصحية في قانون تم اعتماده من فترة كذلك نعم صحيح طبعا عندنا قانون ضمان الصحي نفس يشرع دور الهيئة كجهة مسؤولة عن اعتماد اسعار الخدمات الصحية المقدمة عبر التأمين الصحي وآليات تنظيم الاسعار هي كذلك من اختصاط الهيئة وعندنا آلية لتنظيم الاسعار سنويا نراجع فيها اسعار الخدمات المقدمة عبر الضمان الصحي وكيفية زيادة الاسعار هاي وشو الاسقف الزيادة ومن الجهات اللي مصرح لها بالزيادة فهذا من حيث المبدأ بالاضافة الى ذلك من خلال النظام الالكتروني عندنا آليات كثيرة لمتابعة انماط الاستهلاك يعني نشوف انماط الاستهلاك من ناحية الاعلاج هل في مؤسسات معينة مثلا تقوم ببعض الفقوصات غير المطلوبة او ببعض انواع الاعلاج غير المطلوبة كذلك هل في انواع من التحايل على التأمين الصحي لمثلا تقديم خدمات او طلب مبالغ لقاء خدمات غير مقدمة كل الاليات المتابعة هاي موجودة عندنا من خلال النظام الالكتروني للضمان الصحي نتابع من خلالها جميع التعاملات اللي تحصل في امارة الدبي من خلال اضمان الصحي ازاك الله خير يا دكتور حيدر وسامحنا انحخذنا من وقتك يعني حاضر دكتور حيدر ريوس ومدير ادارة التمويل الصحي في هيئة الصحة في دبي شكرا جزيلا لك دكتورة انا ارجع بتحدث ايضا عن بعض المواضيع الخاصة بالسياحة العلاجية قبل اللي اعرف وين رايحين في المستقبل خلينا اسألك كم تتوقعون العائد المادي للسياحة العلاجية نحن اخوي محمود حاطين في الاستراتيجية بان العائد المالي بحلول 2020 يصل الى 2.5 مليار درهم نحن في 2015 وصلنا الى 1.5 مليار درهم ومثل ما قلت بان هذا فقط من المستشفيات وان شاء الله العوائد هذه في 2016 بتزيد ونحن حاطين في بالنا بان الاعداد هذه بتضاعف كل سنة بمعدل 12-15 بلمية وهذه نسب عالمية معروفة لكن نحن مقارنة 2014-2015 نحن زدنا بعشرين بلمية وهاي غريبة على دبي يعني دوم ارقامها اعلى من الارقام العالمية طيب دكتورة الآن لما نتكلم عن السياحة العلاجية نحن نتحدث عن باقة شاملة كاملة متكاملة فيها العديد من الخدمات الآن هناك بعض الدول معروفة في تخصصات معينة هذه الدول قد تكون ارخص قد تكون افضل وفي عندهم متخصصين اكثر على حسب يعني ما هو متداول عند النقاس او على حسب ما يتم الترويج له من خلال هذه الدول ممكن ما يكون الكلام سليم حتى كذلك لكن هناك يعني ماركتينج او تسويق جيد للخدمات السياحية اللي موجودة في هذه الدول طيب السؤال اللي يطرح نفسه هل نحن في امارة دبي عندنا اسعار تكون افضل عن هذه الدول وهل العلاج المقدم من قبل المعنيين بالقطاع الصحي في امارة دبي خاصة القطاع الخاص قادرين على انهم يقدمون لنا علاجات افضل من تلك الدول ونقدر نستقطب السواح أخوي محمود انت تباعد تسأل بطريقة غير مباشرة ليش الناس يتعالجون برا كذلك نحن اليوم عندنا في الولايات المتحدة الاحصائيات تبين ان كثير من الناس يطلعون من الولايات المتحدة يروحون تايلند بقصد العلاج الاحصائيات العالمية تبين بان كثير من الناس يطلعون من بريطانيا والانجليز نفسهم يطلعون من بريطانيا يروحون أوروبا الشرقية لعلاجات الأسنان والعلاجات الأخرى فأنا أقول السوق والماركت مفتوح والمريض لحرية الاختيار في التنقل يعني ممكن لو إن في أمريكا والطب موجود بهذا الشكل من التطور لا زال في ناس يطلعون ونحن في إمارة إدبي ما ننافس أي دولة ثانية إدبي دائما هي متميزة في الخدمات التي تقدمها نحن عندنا سبع تخصصات في كام مرحلة أولى طرحناها وقلنا نحن ما ننافس أي دولة ثانية يعني ممكن في دول مجاورة لها تخصصاتها المتميزة ولا الناس يروحوا لحقها بالتخصصات نحن اليوم نقول إدبي متميزة في جميع المجالات الطبية لكن في التخصصات السبعة هذه نحن نطلب من الزائرين اللي حابين يزورون الإمارة بقصد العلاج إنهم يركزون على التخصصات السبعة هذه هذه في المرحلة الأولى طبعا في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية التخصصات هذه راح تزيد إن شاء الله وكذلك إننا نحن إن شاء الله بنبدأ مشروع لأننا نركز على الجودة وليس السعر أخوي محمود يعني نحن في القطاع الطبي أهم شيء عندنا الشفافية عندنا الجودة وعندنا التميز وعندنا الكفاءات في المهنين الصحيين والأسعار أتي آخر شيء جميل عادة الناس يركزون على الأسعار قبل أي شيء بس شو فائدة السعر إذا الجودة وإنت بتطلع وإنت مراضي وإنت دكتور ذكرتي نقطة مهمة أنتو عندكم موضوع التأمين للسواح أنكم أنتو تضمنون حتى جودة الخدمة يعني إذا عانى من أي مشكلة بعد العلاج في دبي يتم ضمان هذه المسألة وفق شروط معينة ومعايير معينة نعم وهذا يخلق مثل راحة البال المريضة اللي يتعالج عندنا صحيح طيب دكتور أنا عندي دقيقتين محاور كثيرة موجودة عندي لكن بترك الدقيقة هذه اللي ممكن تتكلمين فيها إذا نسيت محور من المحاور أو شغلة معينة حابة توجهينها أو تقولينها بهذا الخصوص طبعا نحن اليوم انتهينا من المرحلة الأولى من مشروع السياحة العلاجية والمرحلة اليايا هي مرحلة أنا أسميها فيها تحدي لكن إن شاء الله هاي التحديات كلها بتتسهل والمرحلة الثانية إن شاء الله من المشروع هو أن نبدأ نسوق بشكل أكبر لإمارة دبي وأنا مثل ما قلت في بداية الحديث بأن دبي هي موجودة على الخارطة العالمية للسياحة العلاجية ونحن نطمح أنها تكون الأولى في المنطقة وهي اليوم دبي المدينة الأسرع نموا عالميا في السياحة العلاجية دكتورة بس تعليق بسيطة على السرية يقول قرأ تقرير طبي يقول أن هناك ستين ألف خطأ طبي يفضي لموت المريض في الولايات المتحدة الأمريكية طيب دكتورة أنا أبغي يعني بشكل عام يعني نحن هناك فكرة عند المريض أن الطبيب يملك عصى سحرية لعلاج أي مرض طيب هذه الفكرة يمكن ناس يشوفونها منتشرة لكن هي ورود الأخطاء الطبية واردة ولكن كيف نقول عن هذا أنه خطأ طبي أو هذا الشيء مش خطأ طبي هذا أخوي محفوظ موضوع يعني كبير سألت عن عظيم مثل ما يقولون مثل ما تفضل المستمع أن الأخطاء الطبية في الولايات المتحدة سنوياً 45 ألف إلى 100 ألف شخص في الولايات المتحدة يموتون سنوياً من الأخطاء الطبية الأخطاء الطبية نحن ما نقدر نمنعها لكن ممكن أن نقلل من أعداد الأخطاء الطبية إذن هذا موضوع وايد كبير وإن شاء الله نركز لها حلقة في المستقبل إن شاء الله ونتكلم عنها بالتفصيل عموماً نحن مستمعين شكرين لكم هذا التواصل ونتمنى إن شاء الله أن نكون قدمنا لكم حلقة مميزة لأنه موضوع جداً مميز موضوع معني بسمعة إمارة دبي ومعني بسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة ووضعها على الخارطة العالمية للسياحة العلاجية في الختام لا أملك إلا أني أتوجه بالشكر للدكتورة ليلى المرزوقي مدير إدارة التنظيم الصحي ومدير مشروع السياحة العلاجية في هيئة الصحة بدبي على تواجدها معنا وشكر موصول لكم مستمعين وكل الشكر لمخرجنا اليوم خالد محمد وكانت معنا في التنسيق لخت أسمى الجناحي وأيضاً هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف حتى نلقاكم في الغد إن شاء الله ومواضيع صحية طبية تشغل بال الجميع سوف نطرحها إن شاء الله في حلقة الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي